أرجالي للستيديو هاته الرياب نتابع فقراتنا مشاهدينا والآن معانا الإعلامي القديري رح يكلمنا عن أكثر من موضوع متعلقة بالسوشال ميديا طبعا لأنه لكل سيدة تملك ما لا يقل عن هاتف متنقل ذكي واحد وهذا الهاتف هو وسيلته الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي والحصول على المعلومات والأخبار عن العالم وما حولها لكن المؤسف أنه هذه التقنية صارت تستخدم أحيانا بشكل غير جيد خاصة في الأوقات الحرجة اليوم رح نستضيف إعلامي مميز جدا لأستاذ عبد المحسن القباني صحفي وأكاديمي متخصص في الإعلام المرئي والمسموع حياك الله أستاذ عبد المحسن يا أهلا وسهلا شكرا للاستضافة الله يحييك وأكيد بالموضوع رح يكون صادم وشكل أكثر من شخص يتعامل مع الهواتف النقالة الذكية بدون ما يتحقق من صحة المعلومات طبعا إحنا موضوعنا عن الإشاعات والأخبار التي توصل مغير ما يتحقق الواحد منها ليش إحنا صرنا بسرعة مستعجلين مجرد ما يوصلنا الخبر بسرعة نروح نبلغها بدون ما نتحقق من المعلومات والله هذا المأزق طبعا ما يقع فيه الناس لوحدهم حتى إحنا يعني الصحفيين والناس اللي يشتغلون في الوسط الإعلامي أحيانا يكون فيه عجلة من أمرهم وحابين يبرزون بسرعة فينقلون الأخبار بشكل سريع يعني يبون يحصلون على حظوة إذا كانوا أفراد لدى الآخرين أنه والله أنا متميز وقدر أجيب لك الأخبار بسرعة بدون ما يتحقق والمشكلة الآن أني مع الجوالات صار إنتاج المعلومات صار بيد كل الناس والسؤال اللي واحد لازم يطرحها على أساس يكون صادق وأمين مع نفسه هل أنا مؤهل لإنتاج معلومة ولا لا؟ أنا ما يهمني كثير موضوع أنه أنت تملك وسيلة إعلام بيدك استعملها الآن لا الناس قاعدين يدرسون ويتعبون ويتتلمذون على أساس أنهم ينتجون معلومات كيف الواحد يأتي من نفسه كذا وينتج معلومة يعني أو يشارك الناس معلومة بدون ما يتثبت منها ويتحقق هذا الموضوع أنا شايفة مأزق على مستوى العالم وليس على مستوانا سيدات رجال كبار صغار وكثير من الأشياء صراحة تفوت علينا وتصير فيه معلومات متداولة في الأخير يتضرر منها المجتمع يتضرر منها فرد وكلنا ذقنا بعضها يعني أحنا في الوسط الإعلامي أنت تشتغلين أنا أشتغل ناس آخرين حتى مسؤولين يتضررون من دخول الجوال ووصوله في أيدي كثير من الناس شفنا حتى وصل إلى مستوى إيقالات حتى يعني هناك وزراء أقيلوا ومسؤولين أقيلوا بسبب أن الجوال أنتج المعلومة أو صور مقطع أو إلى آخره ضر هذا المسؤول من دون ما نكون في الصورة كاملة في نهاية المطاف المقطع الذي يصلنا يصلنا عشر ثواني من حوار دار يمكن مدة عشرين دقيقة فأنا لا ندري ما حصل في العشر بس هو قدر يصورها أخذ العشر ثواني واشتغل عليها وصارت موضوع كبير يمكن يكون موضوع عشر ثواني مرت من ضمن سلفة عادية فصارت موضوع كبير هذا مثلاً ففي نهاية المطاف أنا أقول أنه لازم الواحد طالما أن الإنتاج المعلومة وإنتاج الشيء في يد كل شخص نحن علينا مسؤولية إضافية كأفراد متلقين لازم علينا أنه على الأقل نمتلك بعض من وسائل التحقق من المعلومة التي توصلنا هل قلم الأحمر؟ لازم يكون كل واحد معه قلم أحمر لازم يحط خطة أحمر عند كل معلومة توصلها لازم يحط خطة أحمر لازم يحط خطة أحمر لازم يحط خطة أحمر لازم يفلترها وتخضع لكثير من النقاش يعني أنا أقول أن أول ميزة للواحد أو الشخص أو المرأة التي عندها يعني حس تحقق أنه يجب أن يكون عندها درجة عالية من الشك درجة عالية من الشك نعم تكون هذه شكاكة شكاكة جيدة الشخصية الشكاكة جيدة حتى يقولونها حتى في الوسط يعني إحنا لما كنا ندرس وندرس ومارسنا دائماً الشخصية الشكاكة هي الشخصية الجيدة في العمل الصحفي وفي تلقي الأخبار وفلترتها وفي اصطياد الأخبار يعني أنا لا أريد أن أتسعب في هذه المسألة لكن أنا دائماً أقول الشخص الشكاكة أو المرأة الشكاكة ليس على زوجها ولا على عيالها ولا على الشكاكة في المعنى في أنه لما توصلها المعلومة على الأقل تشك في صحتها حتى تتثبت كيف تتثبت إحنا راح نناقشة إن شاء الله في هذا الحوار طيب إحنا الحين في هذا المجتمع أصبحنا لا نعاني من قلة الخبر وإنما نعاني من كثرة الأخبار المغلوطة صحيح كيف نبدأ خطوة خطفة مع الناس عشان لا يصدقون أي خبر يوصلهم يعني كل يوم نسمع خبر من أكثر من مصر وأكثر من جهة عشان نوصل للخبر الصحيح صرنا نعاني كيف نوصل للخبر الصحيح مصر نزي أول نعاني مثلاً نتأكد معلومة هذه حقيقية أو لا صرنا نعاني شلو نوصل للخبر الصحيح كنا قبل تذكر أيام زمان يوم كنا ننتظر الموضوع طب هالشي صار ننتظر نشرة الأخبار أو ننتظر نقرة جريدة صحيح الآن صارت فيه كثير قنوات وكل قناة تبث على كيفها كثير جرائد وكل جريدة تكتب حسب توجهها صحيح الأجهزة والبرامج اللي كثرت طيب كيف يبدأ الشخص يحاول أن يكون يعني واصل للمعلومة الصحيحة قدر المستطاع يمكن ما رح يقدر بس قدر المستطاع والله يشوف صحيح وأنت قلت كلمة جدا مهمة ولازم كلنا نعيلها لن تستطيع أنك تتحقق من كل كل معلومة ولن تستطيع التثبت من كل صورة توصلك لكن فيه على الأقل لازم يكون عندك حس فلترة بالنسبة لوسائل الإعلام طبعا وسائل الإعلام يهمها سمعتها في نهاية المطاف لا تقع في مطاب كل شوية تفبرك خبر أو تجيب شيء كاذب فبالتالي كل واحد يتعامل مع وسيلة إعلام معينة حسب الموثوقية والثقة التي يعطيها لوسيلة الإعلام هذه فهذا موضوع آخر نحن نتحدث على الأقل أن الزملاء في وسائل الإعلام إلى حد كبير عندهم مؤهلات أنهم يفلترون هذه المعلومات ويتحققون منها نحن مشكلتنا الآن مع الناس مع المجتمع مع الشعب في فئة أستاذ عبد المحسن من عمر الـ 13-14 الذي في يدهم الجوالات إلى فئة العشرين هذول يعني بصراحة مصيبة نعم الجوال صار وسيلة إعلام كاملة بإمكانه أن الواحد ينتج أي شيء أما خبر تكست يعني نص أو صورة أو صوت أو أي شيء فبالتالي الواحد لا يعرف بالضبط هل هذه المعلومات صحيحة؟ ميب صحيحة؟ هل هذه الصورة صحيحة؟ ميب صحيحة؟ فالواحد كيف ممكن يتثبت مثل ما قلت لك نحن قلنا لازم يكون واحد يشعر أول شيء أنه يكون أمام مسؤولية أمام نفسه أنه يتجنب الوقوع في فخ التضليل أنه مو أنا مو أي واحد يضللني مو أي صورة يأتي تضللني يعني مو أي رسالة أو قروب واتساب يأتي تضللني حتى الناس اللي في قروبات الواتساب بنوا إلا أنفسهم سمع بين أصدقائهم زملائهم وصديقاتهم هناك بعضهم مثلاً هلال رمضان كل سنة يعني يقول هلال رمضان بكرة وآخر شيء يطلع بعد بكرة هذا أبسط شيء أنا أقول لك يعني فأنه عرفنا أنه خلاص عطينا X على هذا لأنه هذا مو مستر موثوق رجل متعجل أو امرأة متعجلة في بث الأخبار فبالتالي الواحد لا يعطي موثوقية لهذه الشخصيات أو النمط هذا المستعجل أنا لا أريد أن أوصفهم بعلم النفس بس مشكلتي لا أعرف علم نفسي بس لا أعرف هذه الشخصية الغريبة كل شوية تعمل هي يحاولون يثبتون ذاتهم لما أنا مثلاً وصل لك معلومة سواء كان صح أو غلط أنه أنا فاهم وهذه مشكلة نفسية كبيرة لازم الواحد يتجوزها ب نقص داخلي ممكن يكون شيء داخل في الأسرة والتربية ممكن يكون أيضاً قلة معلومات ويا كثر الناس اللي ما عندهم ثقافة وما يقرون وبس جالسين على الأجهزة صحيح صحيح حتى أحياناً أحياناً يعني يكون في وسائل الإعلام أصلاً ما تتثبت كثير من الأخبار عشان موضوع السبق الصحفي فهذا الشيء صاير كثير ودارج فالتحدي اللي أمام الفرد الإنسان أنه يتثبت من كل معلومة جاتها طبعاً إحنا لازم ننتبه لشغلة وأنه عملية الفرز لازم تكون شغالة 24 ساعة مثل ما قلت يعني الواحد إذا يريد صدق خبر في أخبار طبعاً تتوصلنا مو ضرق ونصدقها ما نصدقها ما تعني لي شيء لكن أنه في أحياناً أنه إحنا نضطر إلى فلترة أخبار معينة جاءنا خبر مثلاً برينت سكرين يعني أنه سكرينشوت من تويتر في جروب الواتساب أتأكد هل هو علامة زرقة مثلاً في العلامة الزرقة هذه وهل هي العلامة الحقيقية أو العلامة مزيفة صحيح طيب أنا مثلاً اسمي في تويتر القباني AL يبدأ بالـ AL فأحياناً ممكن أحد يفبرك علي تغريدة أو شيء يروح يسوي حساب ويجيب صورتي بدل ما يحط AL بالـ أحنا كبيرة كابتل ويحطها AI كابتل I فأكأنها L صايرة ويبرك علي تغريدة مثلاً أو خبر أو شيء قلت له في بعضهم مثلاً يروح يجيب نص آخر ففي ناس كثير فأنت الواحد لما يجي مثلاً خلنا نقول تغريدة نروح نشوف النص أخذنا كتبنا على ورقة بالجنب نروح لتويتر ونتأكد نكتب كلمتين من هل الكلام نشوف هل هي موجودة ولا لا نشوف تاريخها لأنه أحياناً في أخبار صح حقيقية وقعت هذا جزء من التظليم الخبر صحيح نعم صحيح مصدر موثوق نعم مصدر موثوق مثلاً يقول لك وزير التعليم أنه نقل معلمات مثلاً أنه سيتم غداً الخبر صحيح وقال وزير التعليم سيتم نقل معلمات ولكن مثلاً مو في المنطقة الفلانية أو مو في المنطقة الفلانية لكن مثل الخبر الخبر صاير في 2014 فهذا مشكلة ثانية صح هذا مشكلة واحدة من الأشياء المهارات اللي واحد لازم يتحلى فيها إحنا في 2016 وليوم نوفمبر كم اليوم؟ ثمانية؟ ثمانية أو تسعة دخلنا دخلنا تسعة أنا بالي مع الانتخابات الأمريكية يوم ثمانية نوفمبر وما خلصت لي اليوم فتسعة نوفمبر يأتي الخبر مثلاً في 1 فبراير 2014 أو 2015 هذا الواحد على طول يتأكد أن هذا نشر في التوقيت الصحيح نعم هناك الكثير من الأشياء التي تمر علينا حتى على مستوى العالم نحن نتكلم عنها بس دعنا نأخذ الآن فاصل نعم ما رأيك نطلع بفاصل تريح شوية عشان نرجع نكمل الموضوع نعم 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 عن موضوع الإشاعة ونشر الإشاعة وضرورة التحقق من صحة الخبر أو الإشاعة نرجع لك أستاذ عبد المحسن نحياك الله الله يحييك طبعا أنت كنت قاعدة تقول أن الناس الذين لا يعرفون أن الخبر صح أو لا يجب أن يتحققون ويتحاولون أن يكون عندهم الحس الصحفي الإعلامي الحدس التحقق هذه الأشياء التي يجب أن يكون موجودة قبل أن ينشروا الخبر صحيح هذا في حال أن هذا الشخص لا يعرف الخبر صحيح أو ليس صحيح لو كان الشخص يعرف أن الخبر غير صحيح وقاعد ينشره هذا كيف نتعامل معه؟ هذا طبعا نتعامل معه بالتجاهل وأنه لا يحصل على وثقتنا يعني في نهاية المطاف الواحد يجب أن يؤمننا لأنه الواحد يتعب إذا يفرز كل شيء يتحقق من كل شيء يعني الواحد ليس ملحق يعني في نهاية المطاف وده يتجيه المعلومة جاهزة المشكلة بالانفجار المعلوماتي هذا اللي صاير في العالم وحولنا والناس معاها جوالات في كل مكان تقدر تندج و تقدر تكتب هذا صار فيه نوع يعني يعني يتعبوننا صراحة أنه نحن نتحقق من كل المعلومة وبالتالي إحنا لازم نحط له لناس أو جهات معينين إحنا نثق في الأشياء التي تجيهم والواحد لازم يستشعر أمانة يعني كذلك يعني الواحد لا ينقل أي شيء مهما كان لا تنقل أي شيء حتى تتحقق يعني فيه كثير من الأمثال فيه أحيانا المعلومات استاذ كثير كبيرة ومهمة ومثلا خاصة في القرارات الموجودة في الدولة خاصة في أشياء قاعدة تصير تغيرات فيه ناس تنقلها بشكل خاطئ أنا تعتقد أنه لازم يكون فيه ضوابط لهؤلاء الناس وعقوبات عشان أنهم يكونون محتاطين أكثر من أمن العقوبة أساءل أدب مرات وهذا فعلا صاير وهذا إلى حد كبير أنا سمعت أنه فيه توجه لتنظيم إجراءات معينة حول تناقل هذه التسريبات وهذه الأخبار قبل ظهورها من مصدرها الرئيسي هذا طبعا هذه مشكلة إضافية أو الحديث فيها يطول وما نعرف وين راح تكون الإجراءات وكيف راح يكون الشكل إذا تم تطبيقها بصرامة لكن نحن نقول أنه الآن علينا كأفراد نساء رجال صغار يعفعين شيئا بأنه لا نتأكد من أي شيء تصوري أنا مثلا مثلا أنا ذاك اليوم كنت جالس مع أحد عن تكرمين مطعم كان جايبين صور مطعم يقطع لحم حمير ومش عارفين شبيعه وأنه الخبر مانقول مادري عن إيش أنا من يوم شفته قال لي الواحد بالواتساب شوفه أنا من يوم شفته أصلا كله الخبر أخطاء ملائية التاء المربوطة غلط والهمزة غلط يعني شلون يصدر بيان أصلا من جهة حكومية بهالبشاعر هو بيان حقيقي موجود؟ لا مو بحقيقي طلع لأنه أنا أدوات التحقق بسيطة قلت غلط يعني هذا البيان كله غلط ممكن يكون أحد كان له هدف ونشأ الخبر يمكن في ناس يحبون يضربون يعني واحد عنده مصلحة أنه أنا مثلا عندي مطعم ودي أضرب بسمعة المطعم المنافس أروج ليها الشائع في كثير فيديوهات أستاذ عبد المحسن تنتشر ما تعرف صحتها من كذبها مثل الآن عندنا فيديو راح نشوفها نحن نتلع مع بعض نشوف هذا الفيديو ونرجع للتكلم عنها بعد ما نشوفها ياليتي والله فيديو مهم جدا لا يمكن أن تكون هناك موسيقى 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 مثل هذا الفيديو شفتوا مشاهدينا السقل اللي شايل طفل أستاذ عبد المحسن هذا شيء حقيقي فعلاً شعلاً فعلاً أنا بقول لك يعني وش اللي شفتيه أنا شفته شايل طفل طيب أنا كلنا حتى شايل طفل وهذا فيديو مليوني يعني حقق مشاهدات عالية حيث أثار جدل كبير أنا بقبل ما أجاوب على هذا السؤال أبقول كيف ممكن أنا أوظف هذا الفيديو أنه أفسد على الناس مثلاً جاءت عطلة الصيف وبقول لهم والله لا تروحون مثلاً لندن لا تسافرون لأنه والله مليانة صقور وهالحادثة صارت هناك في الهايد بارك مثلاً عشانها حديقة والناس تبدأ تتخوف ولا تروح عطلتها إذا شوف الشائعة وين ممكن تصل بالناس طيب هل هذا أول شيء صار في بريطانيا ولا لا؟ لندن ولا لا؟ هذا واحدة من المعلومات اللي إحنا نحتاجها وبعدين هل هذا الصقر شتوي ولا صيفي؟ لأنه الناس لابسين ملابس شتة فكثير من الأسئلة طبعاً في نهاية المطاف هذا الفيديو غير حقيقي شلون غير حقيقي؟ هذا غير حقيقي هذا ثبت فيما بعد أن طلاب في كلية أنيميشن وإعلام في أمريكا سووا هذا الفيديو كاختبار أو واجب جامعي لهم فسووا بخدعة بصرية معينة بالاعتماد على الأجهزة يعني الكاميرات اللي لازم كاميرات احترافية فكيف يوظفون الصور اللي مهم بالكاميرات لكن كان شكل حقيقي مية في المية يعني ما كان فيه واضح أي خدعة بصرية يعني على إيش معتمدين حتى وصلوا له الحقيقة هذه يعني أحنا شوفنا أن الطفل خلاص إن شاء الله من الصقر لا أنا صراحة ما أعرف يعني وأنا حتى تفاجأت يعني أنا والله قعدتي حوال نص ساعة عشان تحقق من هذه المعلومة نعم طبعاً أنا لو أشوفها من أول مرة بقول لا لأنه أنا ما كنت أعرف مثلا أنا حتى أنا أدرس إعلامه هذا ما كنت أعرف أن الكاميرات البسيطة هذه ممكن تسوي فيها خدع بصرية يعني حتى التصوير ما كان واضح لكن ممكن أشك من خلال أن أول شيء صقر وجالسي تابع من البداية ونزل فهذا أكيد أنه عارف الهدف هي شغلة النزول يعني هي اللي تشكك في الموضوع أنا كيف هذا اللي خطر في بالا أنا يصور وطالع طب بشغلة النزول هي شوية اللي تشكك في الموضوع كيف تقنع المشاهدة الحين أنه هذا شيء مو حقيقي لا أنا ليش هدفي من عرض الفيلم بس على أساس أنهم الناس المشاهدين الكرام يبدأ عندهم شوية يحس نقدي وحس الشك يرتفع لا تصدقون أي شيء يجيكم يعني أنه كل شيء يأخذ ويرد وفي نهاية المطافة أدوات التحقق كثيرة حتى على موضوع الصور الله يجزاهم بالخير جوجل يعني عندهم خدمة جدا متميزة حتى على مستوى الصور نعم إذا جات الواحد صورة مثلا بالواتساب ينزلها يسوي لها سيف ويروح لجوجل جوجل عندهم صور جوجل عندهم البحث بالصورة فالواحد لما يروح لبحث بالصورة يروح في خيار أنه رفع الصورة اللي موجودة في جهاز جوالك إلى جوجل وبالتالي جوجل يتحقق يشوفها هل هي موجودة ولا لا فراح يكرر لك إياها أوه هذه موجودة من عام 2011 وأنه صورت في الصين يعني الآن جوجل صار يبحث عن هذه المعلومة هذه من عوام سنوات مرة طويلة جدا ولا في حد معين ممكن عشر سنين أكثر شيء والله ما بس أنه لفترة طويلة اللي عندهم مكتبتهم طبعا غنية وما عرف حد وش الإرشيف يرجع زين هذا في عشر سنوات زين لأن أصلا الثورة والتكنولوجيا هذة اللي صارت عندنا من عشر سنوات تقريبا الواحد يعني بدأ بدأ أنه الموضوع أنه فعلا يأخذ منحة جد وحتى جوجل يعني جالسة تتصدد يعني تساعدنا أنه على الأقل أنه يا جماعة يعني حاولوا قدر الإمكان ترى كل الخدمات متاحة ومجانية لا تقدرون في العجة يعني لا تصدقون كل شي يجيكم خلوا المعلومات أول بأول أحنا خذوا على سبيل المثال اليوم 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 وصلتني تغريدة بالإنجليزي أنه واحد حتى بريطاني كاتب أنه الآن أنا في منهاتن وفعلا مكتوب أننا بمنهاتن حتى في التويتر أنه والله المحبي ومساندي ترامب للرئيس الأمريكي اللي ترشح أنه يظهرون في مظاهرة واعتصامة ومسيرة نحن نكره المسلمين نحن نكره السود نريد استعادة بلدنا منهم هذا كلام خطير يعني أنا لو عندي أخوي ولا أختي ولا هذا في أمريكا أنا أخاف صراحة من هذا أكيد وصارت يعني يعني خلال ساعات أكثر من تسعين ألف ريتويت طيب أنا رحت مصدك تر رحت الحساب الشخص لقيت حساب هزلي وما أحد يتابعه والناس مواجد اللي يتابعونا ولقيت لحسن الحظ لقيت ما أدري يعني لقيت أحد كاتب عنه أصلا تاريخا نحن نكذاب ويحب الهزل ويحب هذا الشيء فأنا لو أني وقفت على التغريدة اللي وصلتني بالواتساب كان صدقت وكان خفت وكان يمكن أن اتصلت على اللي أعرفه في أمريكا وقال انتبه على طول الارتويتات ونشر تغريدة ومدريش وموضوع كبر أي فهذا في نهاية المطاف أنا أقول أنه لازم الشخص يشكك مرة ومرتين وثلاثة لا أحد يصدق أي شيء يجي لأنه مو كل شخص مؤهل أنه يمسك وينتج معلومة هذه أنا الناس قاعدين يتعبون يعني يدرسون في الإعلام والصحافة وإنت تأخذها بردة مبردة وتأثر على الناس وتعطيهم وتغير قناعاتهم وراهم ليه؟ يعني من أنت؟ بس ما تحس شيء غريب أنه الآن الناس صارت تتأثر بسرعة وبسرعة تندفع ما تدقق على المعلومة وش مصدرها؟ لأن الناس ما تقدر صراحة لأنه الدرجة نصرنا بعصر السرعة العالم حتى ما عندها وقت يتحقق مسحة معلومة والله هذا وظيفة كاملة صراحة الواحد يتحقق من المعلومات التي تأتي أو أن يترك قروبات الواتساب ويترك تويتر ويعيش الحالة ويرجع على تلفون أبو كشاف يعني بكثرة ما هي الأجهزة هذه والبرامج بكثرة ما أفادتنا بنفس الوقت قاعدة تضرنا كثير تتعب أعصابنا تأخذ من وقتنا الوقت الطويل تعطينا شيء ضلل تعطينا شيء ما هي صحيحة صحيح يعني وش الحلل برأيك أستاذ عبد المحسن في الآخر أنا خلينا اتفق معاك اتفاق المفروض كان أو شئ لتنا ديني أستاذ كلنا زملاء مع بعض يعني ما فيه إحنا زملاء وإحنا نناقش موضوع عام فأنا أحب أستاذ خليها في الجامعة فبالنسبة لحل أنا ما أتوقع أنه فيه حل إلا أنه الموضوع طوفان هذا و سيغرقنا كلنا رح تنتهي هذا الموجة؟ لا ما رح تنتهي طبعا لأنه هذا طوفان يعني ثورة معلوماتية في كل معنى الكلمة يعني ثورة ما تقدر واحد يقبقى أمامها إلا متسلح بسلاح الشك بسلاح الشك اللي راح يشكك في كل معلومة الأفضل عشان ما يصير عندنا تعب نفسي أنه بدل ما نتسلح بسلاح الشك يكون فيه ناس توجه تكون مختصة بس في وسائل التواصل الإعلامي والبرامج موجهة للعالم أو مثل ما جوجل الآن صار يسوي برنامج يكشف الصور إذا حقيقية أو لا لازم يكون فيه برنامج يكشف الخبر صحيح أو لا والله هذا الواحد أنا أشوف أن الواحد يبرمج نفسه هو طبعاً أريد أن يمكن البداية أكيد سوف تبدأ من الذات ومن النفس صحيح إن شاء الله بعدين يصير في أجهزة كذلك وبرامج والله وقالتني مبرمج كان فكرة رائدة يعني ونتقاسمين معي الأرباح بس عاد هو الأشكالي أنا أقول أن الواحد يتسلح من نفسه نعم يعني أنا مثل ما قلت لك يعني فيه أشياء بسيطة الكافة والقراءة كثير مهمة حي يعني مثل ما قلت لك والحمسة غلط واسم الوزير غلط يعني كيف الواحد قاعد يصدق يعني فيه نهاية المطاب فإنه أنا أنا لوني صاحب المطعم اللي طلعوا عليها الإشاعة أنا خلاصة أعرف من اللي طلع عليها المطعم كثير طلعت عليها إشاعة مو بس هذا المطعم وحسن شي ترى الأكل في البيت أنا أقول لك أنا وأيدك أنا معاك الأكل في البيت صحي أكثر ومفيد خلنا نرجع لموضوع السيدات اللي دائما عندهم مشكلة مع الأخبار وسرعة نقل الخبر ونشرة مثل النار في الهشيم وش تعطيهم نصيحة للسيدات اللي ما هم متعلمات أو ما هم على قدر عالي من الثقافة والوعي والله ينمسيهم بالخير وأنا أتمنى أنهم كثير ما يكونون متعاطي مع هذه الأجهزة بشكل كبير المعلومات لا يصدقونها بشكل مباشر طالما أنهم ما عندهم أدوات التحقق لا يصدقون أي شيء يعني فيه وسائل بالإمكان أنهم هم يعني خلاص يلجأوا له برامج تلفزيونية معينة نشرات معينة أخبار معينة الجرائد خلوا مشتركن في جرائد حتى لا يتعودون على السوشال ميديا كثير حتى لو تعودوا إذا تتور مثلا على سبيل المثال يتعودون على مصادر أخبار موثوقة الأسماء الوهمية يتجنبونها المعرفات الوهمية يتجنبونها سناب شات هذا اللي كل واحد جالس يعني ينتج معلومة أحيانا تكون معلومة لغرض معين هو يوجه الناس لمتابعين الكثار لغرض معين يعني إذا الواحد ما امتلك الدكاء والوعي الكامل لأنه يعرف أنه الشخص هذا اللي قاعد يتكلم عنده مصالح أو ارتباطات مع جهة معينة أو شخص معين وبالتالي هو يوجه الناس إلى هذا الهدف نعم وإحنا لأنه محبتنا كبيرة لهذا الشخص نصدق كل ما يقول لا لا تصدقين يعني يعني كل يأخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر يعني صلى الله عليه وسلم فما في أي واحد يعني بالإمكان أن يحصل على الثقة العالية هذه مثل ما نحن نسوي الآن أي واحد عندنا يبرز بالسوشال ميديا لا يأتيه الباطل من بين يدي ومن خلفصه ما أكثر برنامج في السوشال ميديا الحين ثقة في أن الإنسان يقدر يصدق نوعا ما الأخبار فيه والله حتى أنا عندي تويتر عندي مشكلة معه يعني أنا حتى مؤسسات كبيرة أحيانا تقع حتى في فخنهم تجيب الأخبار بشكل بصرحة وما تتأكد منها فأنا من النوع اللي شوية كلاسيك شوية مثل القديم شوية ستايل قديم أنه أتحقق وأجلس وأتثبت يمكن لأنه هذا شغلتي وشغفي بس أتمنى أن الناس تصل لهذا المرحلة لأنه مشكلة أنه يعني أحيانا يؤثر في تغيير قناعات توجهات جديدة في البلد في المجتمع نؤثر على ناس وسمعتهم مالهم ذنب أشياء كثيرة يمكن يعني أنا مثل ما قلت لك تخيل أنه واحد يمحضر نفسه وشافح الفيديو مثل ما قلت يعني يريح والله مجهز نفسه ودافع الفلوس يريح سياحة فممكن ينسحب لأن الناس بدأت تتناقل هذا الفيديو وتتحدث أنه صار في المكان الهلاني الناس اللي حابين يروحوا له طيباً وشغل يسويها الآن هذا أثر في قناعاتي وأثر في فسعتي وأثر في إجازتي اللي أنا ما أخذها وأثر في عيالي وفرحتهم ومبساطي فأنا دائماً أقول أن الواحد كان فيه حسابات جيدة إلى حد كبير مكافحة الشائعات بس ما تقدر تقف لحالها أمام هالطوفان الكبير مثل ما قلت لك هناك أيضاً أستاذ عبد المحسن لماذا أرجع أن أقول لك أستاذ لأن أستاذ أنا أقدر هذا الشيء طبعاً أنت كنت في الجزيرة وفي الرأي وفي أكثر من قناة ما شاء الله تبارك في الله طبعاً هناك عناوين للأخبار لكي يشدون الناس عندما تقرأ هذا الخبر يسأل لك مانشت بمقنبلة طيب هذا كمان من الصحفي ما لديه دور كبير في نشر الأخبار وتضليل الناس هذا مثل ما ذكرت تفضلتي هذا أحياناً يكون فيه جانب من التضليل وفيه جانب من التشويق التشويق صح ولا أحد يقدر يقول له شيء من حق أن يشوق جميل لكن التضليل لا اسمح لي كأي زميل أنه يظلل الناس من خلال عناوين غير صحيحة هذا ما لا حق فيه وإحنا لو كنا عندنا أنظمة وتشريعات قوية أحياناً نقدر نتصدى له من خلال القانون من خلال تسجيل مخالفة عليه من خلال التشريعات من خلال الهيئات لكن إحنا إلا الآن شوية جالسين نحاول نبني هالتنظيمات و هالتشريعات لكن هذا الشيء تصير هذا يرجع يخليني أؤكد من أمم جديد أنه مو كل شخص لازم يحوز على ثقتنا مهما كان أنا دائماً نزعة الشك هذه و أرجع أقولها نزعة الشك في الأخ موش الشك في الحياة الشك في المعلومة التي يتصلنا لازم تكون عالية و لازم يكون عندنا درجة من الوعي لأن الشك في هذا الموضوع كلما ارتفع الشك في المعلومات التي تأتي كلما ارتفع نسبة الوعي أنا هذا الذي أرى لا أكتب هذا الموضوع لكن أنا الذي أرى صحيح لكن الشخصية الشكاكة بعد متعبة أكيد أصعب شيء في الدنيا شكي هذه خصلة جداً سيئة في كل واحد يعني الله لا يجي بالشك خاصة في البيت و في العائلة الشك في الشغل شيء إن شاء الله يعني مقبول ولكن مع العائلة و الأهل مرتفع صحيح أنا ما ودي منه قاعدة أشدد عليها على أنه تصير كذا كديداً ناس أنا أقول لهم مين هم الأشخاص المسؤولين نشر الخبر غير صحيح برأيك مين الناس اللي لازم الواحد ينتبه منهم والله هناك معرفات في وسائل التواصل الاجتماعي أول شيء إذا كاننا مثلاً ما عندنا وسائل التواصل الاجتماعي في البيت آه في البيت هذا اللي يقول رمضان بكرة و يطلع رمضان تلقاه أخو أو أبن أو شيء و يطلع رمضان بكرة و يطلع بعد بكرة فحنا نتعود على الشخصيات هذه الناس في بعض الناس مفروض أنهم ما يحصلون على ثقة عالية عندنا فبالتالي نحن نسوي لهم لماذا لا عاد تقول لنا شيء ولا احتفظ في أخبارك النفسي بالنسبة لو ننتقل لدرجة أعلى للسوشيال ميديا فخلاص نحن نبدأ نحدد مع الخبرة مع الوقت منهم الناس المضللين في الناس يقولون معلومات حقيقية ولكن يخفون معلومات أخرى وبالتالي هو يضللك بذبط هو يريدك تفكر في هذه المعلومات هذا أحيانا إذا واحد تمتع بسمونها يعني يسمونها الأمية الإعلامية إذا كان عندها الأمية الإعلامية عندها عالية فهي راح يقع في فخة تضليل لكن إذا كانت الأمية عندها منخفضة ممكن هو يعمل يقدر يعمل فلاتر و يقدر يركز على الناس و أسماء معينين بإمكانهم ينقلون الخبر الميزة والحمد لله عندنا في السعودية هنا يعني كثير من الحسابات الآن الحكومية يعني صار متميز وصراحة و حتى خارج ساعات الدوام تبدأ تغرد وتثبت الخبر يعني إحنا أكبر قطاع عندنا قطاع التعليم صار فيه متحد رسمي و يتفاعل مع الناس و يثبت خبر و ينفي آخر أو بالتالي إحنا شوية خصوصا في موضوع قطاع التعليم هذا أهم شيء قطاع التعليم الصحة قطاع التعليم الصحة لازم يتثبت مرة و مرتين و ثلاثة حتى أنه يصدر فيه موضوع رسمي يعني الواحد يركز على التعليم الصحة هذا اللهم الأولوية ثم الأخبار السياسية والأخبار السياسية بعد وبعدين مع أنه أنت برنا جمهوركم في سيدتي ما يهتمون بالأخبار السياسية يعني بس أنه بس أنه صار الضرورية في المنطقة كل العالم يحين تتكلم سياسة مع التطورات والتغييرات أكيد لازم العالم صار تتكلم سياسة شكرا لك أستاذ عبد المحسن الله يحييك الحديث أكيد ممتع شيخ كثير رح يكون لنا وقفات إن شاء الله في الحلقات الجاي بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا لإستضافة سيدتي ولكي شكصينا الله يزاعدك يا رب ألف شكر لك يا عبد المحسن مثل ما شفت ومشاهدينك معنا الأستاذ عبد المحسن الحجباني صحفي وأكاديمي متخصص في الإعلام المرئي والمسموع كلمنا اليوم عن الإشاعة وكيفية التحقق من الأخبار المضللة والأخبار اللي ممكن تؤثر على حياتنا